نخش بقى في موضوع اه اول موضوع معنا في صقرة النهاردة واحنا عايزين بس ننوه لجمهورنا ان احنا البوست بتاعنا على صفحة برنامج استكنعتوش يجدبوا على فيسبوك منتظرين كل استفساراتكم اللي هيجاوب عليها دكتور عاصم قارك احنا جبنا المرة اللي فات خمسة مليون اه اه يعني افلا كده بنخمس ايه 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 طيب اول حاجة بنتكلم عنها النهاردة اهمية ودوره المهم جدا في حماية الجلد خاصة في فترة الصيف ويعني ايه سكين بارير يعني ايه حامي الجلد حاجز الجلد اه ده يعني انا بقول لكم اهم حاجة اليومين دول واهم حاجة وليه حلقة بالارد اللي هي بتاعت الارد دي ليه كل ما الجلد البارير بتاعه سليم حاجز نعيش في امان نعيش في امان ايه اللي يقطعه ايه اللي ما يكون ما يخليه ضعيف ايه اللي يخلينا يبنتريت او نغزو ما بعد الجلد ايه لما يكون ده مش موجود مش موجود في ايه نمر واحد الاكزيمة التأتبية للعيال مولودة بيها ما عندهمش ده خبر غريب جدا يعني هم مولودين من غير الحاجز ده البارير سبحانه الله ربنا بيحمي بيه كل الجلد فاحنا عشان كده من مدة طويلة بنعمل دهنات دهنات الترتيب اللي انا طوله النهارة اقول لكم عليها بترجع تكون البارير ده فنبقى نحميهم لكن هل الجلد الجاف ولا الجلد الدهني ايهما عرضة اكتر للاصابة بالميكروبات دي سؤال الموس اه ايه الاجابة تاني 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 هل الجلد الجاف يا دكتور عاصل ولا الجلد الدهني ولا حتى الجلد العادي ايهما اكتر اصابة للأسف الجلد الجاف اللي ما عندوش حاجز ده يدخل ما حاجز بيقول انت رايح فين طب ايه الاخطاء اللي احنا بنوع فيها مثلا الليفة الحاجات دي الليفة هتقطع ومش هتصلح اه حمام مغربي حيعمل ومش هتصلح رايحة فين يا بنتي رايحة مع اصحابي واني يقولوا ديه حمام مغربي رايحة فين ماش حلو بس كان زمان يحطوا تونيك عشان يقفل المسام بعد كده هو متبقاش مفتاحها هو في فرق بين المسام والحاجز البارير البارير ده تحت الجلد كده هم مش واحد لا المسام دي المسام اللي هي بيطلع منها الغدة الدهنية او الشعرة كده بتطلع منها افلها حيل افلها دي حيل المسام مرئية والحاجز غير مرئي ييس ييس ما شاء الله احنا عنا طلبة متفوقية طلبة متفوقية